تكنولوجيا الموبايل عالم واسع وهذا العالم بحاجة إلى مواكبة إيهاب تيفي تقربك أكثر فكن على قرب مننا أول حاجة علشان أنا أطمنكم بالنسبة لمركز التحكم مركز التحكم لما أجي على الجهاز ما أجي مركز التحكم هذا أجي مركز التحكم اللي هو القديم عشان أنا أطمنكم مركز التحكم الآن الموجود هذا تجريبي لسه ما نزل ولا على نسخة حتى الآن لا صينية ولا عالمية ولا شيء لحتى الآن مش موجود غير على النسخ التجريبي ومش كلها فإن شاء الله خليكوا تنزلوا وتجربوا وتشوفوا ما في مشكلة عندي بس خلينا نشرح اللي هو كل شيء الآن التحديث لما نوصل هذا التحديث اللي هو ريدمي نوت عشرة ووصل له التحديث وبعد هيك في عندنا التحديثات أخرى اللي هو تيجي وراها تحديثات للتطبيقات وتحديثات للتطبيقات النظام والنظام واللو هو المركز التحكم الجيد اللي عايزينه أول شيء لو جينا للجهاز بشكل عام التحديث تابعه كويس التحديث تابعه ما فيش في مشاكل اللي قال في مشاكل لا أنا مش شايف في مشاكل لها حتى الآن الجهاز ولكن لو جينا مثلا على الانيميشن الانيميشن مش موجود طبعا مش موجود لأنه الجهاز يحتاج إلى اللي هو أن يكون سلس يعني لو كان ما فيه انيميشن ما فيش مشكلة بس يكون سلس في انا حاجة يحلو كتير كتير لو جينا فتحنا الكاميرا زي هيك لاحظنا في سياف العلامة الخضراء هذي هذي الان بلشت تصل مع التحديثات الجديدة بيقول لك انه العلامة الخضراء هذي بيقول لك انه جهازك فاتح المايك او الكاميرا بيعطيك العلامة هيك بيكون فاتح كاميرا وانت معك اش علم اي تطبيق بيستخدم الكاميرا وبيفتح الكاميرا هيبين عندك بالعلامة الخضراء اللي انت شايفها طيب لو جينا مثلا مساعد جوجل فتحنا زي هيك إيش صار عندك هنا أصبح عندك هنا اللي هو العلامة الخضراء اللي هو المايك الأخضر إنه عندك فيه اللي هو المايك تم استخدامه أو الكاميرا فهذه حاجة رائعة جدا من تحديثات الأمان اللي وصلت مع اللي هو واجد 13 والأندرويد 12 لو جينا على تطبيق الحماية تطبيق الحماية الآن أصبح إنه في الريد مينوت 10 بالزير في ناس كان عندهم اللي هو الخط المحسن مش موجود الآن أصبح موجود الخط المحسن علشان أنت تتحكم في الجهاز حفظ البطارية سموه حفظ البطارية اللي هو توفير البطارية صار عندك 12 ساعة و 37 دقيقة بدل 10 ساعات و 15 دقيقة هو بيجي أداءه متوازن في الوضع الطبيعي وعندنا وضع الأداء لو بدك تلعب لعبة قوية دك تستخدم الجهاز لا إشي قوي تستخدم وضع الأداء بيعطيك اللي هو سيتم تحسين الأداء ولكن درجة الحرارة سوف ترتفع قليلا بصير عندك 9 ساعات وبلونه أزرق وهذا لونه إيش أخطر وهذا لونه اللي هو اللون الأورانج فعندنا هنا كمان هيضيفه في البطارية اللي هو بدل 22 هي تكون فيه اللي هو مرتفع الحرارة منخفض الحرارة وهكذا لو جينا هنا عن المعرض المعرض زي ما انت شايفي عندنا هنا الكل وهنا عندنا الكاميرا اللي بتصوره في الكاميرا كل إشي موجود عندك في المعرض لو جينا على الألبومات هتلاقي المنظف وسلة المهملات والمهملات اللي بتلاقي إيش حدفته هتلاقي هاي كل موجود هنا وهي عندك المهملات كمان الألبومات كمان بتلاقي ايه هنا. والمنظف بتقدر تنظف اللي هو اه ازا عندك في اشي بعمل عملية تنظيف لالمعرض. لو دسنا هنا على التلاتة النقاط اللي في الاعلى هتلاقي فيه عندك اللي هو الكلام هذا كله. اللي هو الكلام اللي احنا بنعرفه سابقا كان موجود. physician والاعدادات لو اجينا على الاعدادات بتلاقي المزامنة Priest موجودة هنا تم اضافة المزامنة. المزامنة هذه بتقدر تزامن الصور وكل اشي موجود عندك في المكان اللي موجود الجديد. طبعا نخليك معي لاخر الفيديو لانه فيه كلام مهم انا بحكي قاعد وهخليك تنزل اي اشي مش موجود عندك خليك ان شاء الله تنزل ويكون موجود عندك في جهازك. وجينا اللي هو اه البار اللي على اليسار او على اليمين بتقدر تتحكم فيه. اللي هو اسمه الان بلش بدل صندوق الادوات الدكة وهيك الشريط الجانبي. هاي الشريط الجانبي الان هذا الجديد الموجود في طلات عشر طبعا اللي في الاتناعش كان اللي هو افقي. الان موجود عندنا رأسي. بتقدر هيك تضيف التطبيق اللي بدك اياه. بتعمل اضافة للتطبيق اللي بدك اياه. وبتحطه زي ما انت شايف هاي قاعدة بتقوله تم. بعد ما تم. وهي هنا عندك اللي هو. الان لو اجينا هنا اي تطبيق بتقدر تفتحه نظام اللي هو نافذة منبثقة. لو اجينا فتحنا التطبيق اللي هو مدير الملفات او هايه زي ما تشو شايفين. تقدر هيك تكبره وتزغره بدك تزغره. هيك بتقدر تحره وين كو بتحرك وين مغدك. واذا بدك انت تفتحه بتنقر عليه نقرة زي هيك بيفتح. بتزغره بتزغره بدك تسكره وبتعمل زي هيك بسكر التطبيق. وهنا هادي يعني حاجة كويسة كتير. صار افضل يعني افضل مما صباح. طبعا هانا الشريط الجانبي اللي موجود عني هانا اللي هو الشريط الجانبي اللي موجود في ريدمي نوت عشرة. يختلف عن جهاز تاني. هاي مسلا هانا في عندك هذي اللي هو المميزات. هانا عندنا مش موجود المميز. بشي تقول له وين ها? لا. كل برغوت عهودة. ايش بتدفع فلوس بتاخد بالنسبة للشركات هذا الكلام معروف. يعني هذا ريدمي نوت عشرة قديس سعره وهذا ريدمي نوت عشرة برو مسلا قديس سعره. يختلف. الامور تختلف. فعشان هيك يعني مش كل الميزات الموجودة في كل الاجهزة هتكونوا تتكرر في كل الاجهزة. الان بالنسبة للجهاز لو عملنا عملية اطفاء للجهاز اللي هو ما في موجود اللي هو كنا نحكي عليه اللي هو اه تطلع لفوق او تنزل لتحت. ليش? لانهم اصلا هم كانوا وضيفينها في النسخة الصينية. الان هادة لسه لسه نسخة تجربية. يعني ممكن تنضاف لكن هي لازم تنضاف بازن الله لانه كانت اصلا لازم تنضاف اطنعاش ونص واجلوها لطلعت عشر. ولكن هادة لسه النسخة اولية تجربية للتحديس. طبعا اللي مش عارف علش منحكي لما تيجي تطفي الجهاز تطلع الايقونار هادة نسخة تجربية مسلا هيك بتطفي الجهاز هيك بتعمل اعادة تشغيل للجهاز. فبالتالي هادة هتكون موجودة في التحديسات القدام. وممكن كمان يعني هي على اكيد هتنحط عكل الاجهزة لانه عد رد منه التمانية اللي النسخة الصينية تم اضافته. آآ فان شاء الله هينضاف على كل اجهزة وننتظر ان شاء الله. هي لو جينا عملنا اعادة تشغيل اللي هو عندك اللوغو موجود. هاي زي ما انتم شايفين الجهاز كتب وما عمل اللوغو. يعني اللوغو اللي هو اللي بنعرفه مش موجود. تمام? خلينا نكمل. مسلا في التمانية في العشرة برو هاي موجود عادي. هاي اللوغو موجود. لو جينا على الثيمات طبعا هذا الثيم الكلاسيكي الجديد في واجهة 13 هيكون. لو جينا على خلفيات الشاشة خلفيات الشاشة اللي موجودة عندنا. هذي كل هالخلفيات طبعا هنا في خلفيات جديدة تم اضافتها. وهيها موجودة. لكن طبعا مش كل الخلفيات اللي موجودة في مثلا الواجهات يعني الاجهزة الاخرى التجربية. ويعني لكن في واجهات اللي هو في خلفيات تم اضافتها. خلفيات هذه تعتبر خلفيات جديدة في الواجهة الجديدة. هنا التطبيقات المزدوجة موجودة والواجهة الثانية موجودة والنوافذ المنبثقة موجودة زي ما حكينا. والتوسيع الذاكرة موجود اتنين جيجا هدا مع امية وثمانية وعشرين ضايل موجود ما صار فيه اي حاجة. والثيمات الشاشة زي ما انتم شايفين يعني انا مش عارف انا بلاحظ انه هدا جديد مش جديد. المهم هدا الثيمات اللي موجود الا انه الشاشة هدا اميولودي الموجودة معنا. حلوات كتير كتير ممكن تستخدمهم هادولة يعني يعني بيعطوك لما بيستخدمهم لمدة عشر ثوانة بدك اكتر ممكن تستخدمهم ولكن لما تستخدمهم اكتر هيستهلك بفضلش بس لمدة اللي هو عشر ثوانة بكون افضل يعني اشي الى البطارية. هنا لو جينا لكلمات المرور الحماية هتلاقي موجود عندك قفل الشاشة والتعرف على الوجه والبصمة موجودة يعني كله موجود. وكلمة مرور الحماية الخصوص كل هادول الامور موجودة ما اشي راح منهم من التحديس يعني في ناس بقول لك راحة البصمة اي واحد ازا راحة عنده البصمة ممكن يستنى التحديس البعد والبصمة بتيجي ما تيقلك زي ما صار في الردم تسعة تي. لاحزنا في عنا هنا السلام وحالات الطوارئ في عنا فتح معلومات الطوارئ صار في عنا معلومات الطوارئ واتصل للطوارئ وخدمة تحديد مع وطوة جغرافي وتنبيهات الطوارئ اللاسلكية وهنا الالوان طبعا اتغيرت شوي في اللي هو هادا التحديس. لو جينا هنا على حماية الخصوصية هتلاقي في عنا حماية الخصوصية اللي هو عندك الاجراءات الحساسة مسلا اللي هو الموقع الجغرافي اهجهات الاتصال الميكروفون سجل مسلا لمايكروفون لو جينا للميكروفون هتلاقي مين انه الميكروفون مسموح لمين? لا يمكن التطبيقة التي لديها هذا الازم بتزيل الصوت. يعني اي واحد مسموح للميكروفون بقدر تسجل الصوت. لم يتم استمع لأي تطبيقات. تمام هي كمية المية. بتتطمن على حالك. بتيجي هنا الموقع الجغرافي بتعرف ايش التطبيقات اللي ماخده مسلا التطبيقات المسموح لها طول الوقت جوجل مسموح له طول الوقت. والمسموح لها اثناء استخدام التطبيقات اللي هو هادة اللي تحت زي ما انتم شايفينها. وهكذلك جهات الاتصال. مين مسموح ليوخد جهات الاتصال? هاي دول كلهم مسموح لهم لجهات الاتصال. والموقع الجغرافي وهنا جميع الازونات هنا جميع الازونات اجزت مثلا استشعار الجسم وهكذا هادو كل الازونات اللي موجودة عندك وحاجات كويس كتير كتير بتريح الواحد نفسيا. نوجينا على التطبيقات المكان التطبيقات زي ما هو هيو اعدادات تطبيقات النظام في عنا اللي هو ادارة التطبيقات ادارة اختصارات الشاشة. الغاء التطبيقات النظام لحتى الان مش شغالة طبعا لسه ولا اي اشي. في عنا هنا التطبيقات المزدوجة زي ما حكينا قبل شوي. والاذونات وقفل التطبيقات. يعني هاد ايش قفل التطبيقات? يعني انت ممكن تقفل التطبيق عشان ما حدش يخرج على التطبيق اللي بالذكية. وهلو طلعنا اختصارات الامعاءات. تشغيل مساعد جوجل والتقط شاشة للشاشة. اه لقطة الشاشة. طبعا لقطة الشاشة موجودة عندنا اللي هو ممكن تلتقط شاشة بثلاثة اصابع. مراحة وهي عندنا التعديلات هذه اللي موجودة في اللي هو تلات عشر هيها الان موجودة في هذا التحديث. وتشغيل المصباح وهذه الامور اللي كانت موجودة سابقا. لو جينا هنا على الميزات الخاصة. بالنسبة للميزات الخاصة الشريط الجانب اللي حكينا عنه هدا. طبعا انت ممكن تفعله هيك مش مفعل هيك بتفعله. وبتختار مسلا اللي هو موضع اليسار او موضع اليمين. وبتختار بدك تفعله في الالعاب وين? في اي العاب. وممكن تفعله طبعا في الفيديوهات زي قبل شوية مسلا حطناه وين? في اليوتيوب. بتقدر تفعله في اليوتيوب. بتقدر تفعله في الفيديوهات اللي عندك. فانت هنا بتقدر تخلي الشريط هدا يظهر وين ما بدك في التطبيقات وفي الفيديوهات. وفي كل شي موجود عندك في التطبيقات الجوال. او ممكن تفعل هذا اللي هو الشريط في اللي هو الالعاب مسلا في عندنا لعبة هاي الشريط موجود والتايمر وكل حاجة موجودة. لكن مش موجود وهذا بتقدر تفعله. هاي طبعا الموجود الان والتطبيقات اللي بتقدر تفتحها في ورنة انها وفد منبثقة زي ما كنا نورجيكو في اللي هو الفيديوهات السابقة. الان ننتقل الى الحاجة اللي بدنا اياها وهي كيف انا بدي انا انزل اللي هو مركز التحكم الجديد اقول لك حاجة. الان ان شاء الله هخليك تنزل كل اللي هو اي اشي خاسس عندك. يعني لقيت اشي مشروح عندي مش موجود عندك. حط لك روابط كل الفيديوها كل التطبيقات في اللي هو على قناتي على التليجرام هتلاقي كل اللي هو التطبيقات عشان تنزلها. ولكن عندي بالنسبة للمركز التحكم الجديد هذا اذا انت هتحابب تنزله هتنزله فما فيه مشكلة. ولكن هو تجريبي. يعني اذا لقيت انت بعض البقز او اشي ممكن تشيله عادي جدا. فيعني انت عمال حسابك انه هذا اللي موجود عندك الان تجريبي. كيف انه نزله? حط لك الرابط كلها فيه. هيحط لك رابط واحد في صندوق الوصف هيحاولك على التليجرام مباشرة. هتلاقيهم مرصوصات تحت بعض كلهم في قناتي التليجرام. هحط لك الفايل واللي هو وكل اشي بدك تنزله بتقدر تختار البدكية وتنزله وبتقدر تحدفه في نفس الوقت ازا انت عايز تحدفه. بتخش على اسم التطبيق وبتحدفه ما في مشكلة. انا ندل اللي هو المركز التحكم الجديد كيف لو بدك تحدفه. بتيجي هنا على ادارة التطبيقات. وبتيجي هنا اسمه اللي هو مكون. اسمه مكون اضافي لنظام مواجهة المستخدم. ورقمه هيو تلتعاش فاصل سفر فاصل سفر فاصل اربعتاش هيو. فبتعمل الغاء تثبيت التحديثات. وازا عملت الغاء تثبيت التحديثات زي هيك. هيروح من عندك اللي هو مركز التحكم الجديد. وكل حاجة ان شاء الله هنا قلنا عن التحديث اللي هو جهاز ريدمي نوت عشرة على تحديث اما ايو ايو تلتعاش. واندرويد اطناعش. وغير متوقع انه هذا يوخد يعني بها السرعة. ان شاء الله نلتقي في فيديو جديد لا تنسى الدعم بالاعجاب بالفيديو. والاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يصلى كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.